بعد انتهاء الحرب الإيرانية على العراق في عام 88 في 88 بـ 44 يوما اتخذ الكونغرس قرارا بفرض الحصار على العراق بفرض الحصار بفرض حصار على العراق يعني ماذا تقصد بهذه؟ هاي كلمة كبيرة دكتور فرض الحصار إلغاء القرض الزراعي نعم الذي كانت يعني ما هي الدوافع؟ لماذا؟ أن العراق يطور أسلحة دمار شامل ها بدت قصة أسلحة دمار شامل بدت قصة أسلحة دمار شامل بعد انتهاء حرب إيران على العراق في عام 88 نعم بالتحديد يوم 22-9 عام 88 أصدر الكونغرس قرارا بإلغاء القرض الزراعي وإلغاء أوجه التعاون الأخرى كانت الاتفاقية تقضي بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين البلدين فألغى الكونغرس هذه القرارات الرئيس ريغان اعترض على القرار ولم يوقعه أنه هذا فرص تعاون كبيرة ولماذا نعود نحن إلى 17 سنة من العلاقات التي كانت مقطوعة بين العراق والولايات المتحدة وهناك غيرنا راح يحتل المكان الذي كنا نحن فيه في العلاقة مع العراق فلماذا نعود إلى تلك النقطة؟ فرفضه الرئيس إلا أن ضغوط اللوب الصهيوني استمرت وفي عام 1990 في شباط فبراير من عام 1990 قبل حدوث العزمة في نيسان عندما شباط 1990 أصدر الكونغرس قرارا بفرض الحصار ألغى القرض الزراعي وأوقف كل أشكال التعاون الاقتصالي مع العراق بس دكتور موانا يتذكر أنه ذهبت وفود لإقامة علاقات ثقافية وإرسال بعثات طلابية إلى الجامعات الأمريكية يعني حتى هذه توقفت؟ لا هذا لم يشمل هذا التعاون هذا دراسة ناس يرحون درسون طلابين يرحون درسون في الولايات المتحدة تعاون الاقتصادي في الجانب التقني وفي الاستيرادات وتوريد المواد الزراعية وغيرها وهو ليس حصار دولي يعني هو حصار أمريكي انفرادي أمريكي قرار أن أمريكا توقف كل أشكال التعاون الاقتصادي والتقني مع العراق في شباط فبراير من عام 1990 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة